السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أعزاء الطلاب في درس جديد من دروس الرياضيات للصف الثاني عشر المسارين العلمي والتكنولوجي بعنوان المساحة بين منحنيين وهو الدرس الثالث من الوحدة الخامسة الجزء الأول سوف نتعلم في هذا الفيديو استعمال التكامل المحدود لإيجاد المساحة بين منحنيين غير متقاطعين والآن عزيز الطالب هيا بنا لنتعرف على حساب المساحة بين منحنيين يمكن إيجادها من الطريقة المتبعة لإيجاد المساحة بين المنحنة ومحور X من X equals A إلى X equals B فالتمثيل البياني للدالة F of X من X equals A إلى X equals B تكون المساحة المظللة باللون الأزرق هي المساحة تحت المنحنة للدالة F of X وفوق محور X ومحصورة بالمستقيمين X equals A وX equals B وأيضا التمثيل البياني للدالة G of X من نفس الفترة من A إلى B تكون المساحة المظللة باللون الأحمر أسفل منحنة دالة G of X وأعلى محور X ومحصورة بين المستقيمين X equals A وX equals B وبوضع المنحنيين والمساحتين على مخطط بياني واحد فكما هو واضح من الشكل أن هذه المساحة أي المساحة بين المنحنيين تساوي المساحة تحت منحنة دالة F بعد أن نطرح منها المساحة تحت منحنة دالة G وتكون المساحة A equals التكامل المحدود للدالة F of X dx من A إلى B minus التكامل المحدود للدالة G of X dx من A إلى B ويمكن كتابتها المساحة A equals التكامل المحدود للدالة F of X minus G of X dx من A إلى B ولاحظ عزيز الطالب أن منحنة دالة F of X أكبر من منحنة دالة G of X في هذه الفترة والآن عزيز الطالب مع تعريف المساحة بين منحنيين فنقول إذا كانت إذا كانت كل من F و G دالة متصلة وF of X greater than or equals G of X في الفترة المغلقة من A إلى B فإن المساحة بين منحنيين F و G من X equals A إلى X equals B هي A equals A equals التكامل المحدود لـ F of X minus G of X dx من A إلى B والآن عزيز الطالب هيا بنا لنستعرض مثال رقم 1 صفحة رقم 76 أوجد المساحة بين منحنة دالة F of X equals minus X squared plus 1 ومنحنة الدالة G of X equals 2X plus 4 من X equals negative 1 إلى X equals 2 والآن عزيز الطالب سنقوم بحل هذا التمرين بثلاث خطوات الحل أولاً الخطوة الأولى ومنها إيجاد نقاط تقاطع المنحنيين ويتم ذلك بوضع F of X equals G of X فيكون negative X squared plus 1 equals 2X plus 4 وبجعل المعادلة معادلة صفرية وبالاختصار فتكون X squared plus 2X plus 3 equals 0 وكما هو واضح أنه لا يوجد حل لهذه المعادلة إذن المنحنيان لا يتقاطعان والآن نقوم بالقطوة الثانية وفي هذه الخطوة نبحث ما إذا كان F of X greater than or equals G of X أم G of X هي التي greater than or equals F of X في الفترة المعطاء فنأخذ قيمة تنتمي لهذه الفترة بين negative 1 و2 ولتكن X equals 0 belongs to the closed interval from negative 1 إلى 2 ونقوم بالتعويض في معادلة الدالة F of X فيكون F of 0 equals negative 0 squared plus 1 فيكون الناتج equals 1 وأيضا نقوم بالتعويض في قاعدة الدالة G of X فيكون G of 0 equals 2 times 0 plus 4 فيكون الناتج equals 4 وكما هو واضح أن قيمة G of 0 أكبر من قيمة F of 0 فيكون G of X greater than F of X في الفترة من negative 1 إلى 2 والشكل التالي يمثل التمثيل البياني لمنحنة الدالة F of X equals negative X squared plus 1 والممثلة باللون الأزرق وكذلك منحنة الدالة G of X equals 2X plus 4 والممثلة باللون الأحمر وكذلك المستقيمين X equals negative 1 و X equals 2 وتكون المساحة المطلوبة هي المساحة المظللة باللون الأزرق كما هو واضح في الشكل الذي أمامك ويتضح من التمثيل البياني أن الدلتين F of X وG of X لا يتقاطعان وأن الفترة من negative 1 إلى 2 يكون منحنة دالة G of X مرسوما أعلى منحنة دالة F of X أي أن الدالة G of X في هذه الفترة greater than الدالة F of X والآن مع الخطوة الثالثة وفي هذه الخطوة سنوجد قيمة المساحة فنكتب A equals التكامل ل G of X minus F of X DX من A إلى B لاحظ أننا بدأنا بالدالة G والآن نقوم بالتعويض فتكون المساحة A equals 2X plus 4 minus negative X squared plus 1 DX من negative 1 إلى 2 وبفك الأقواس تكون المساحة equals equals X equals X minus X squared minus 1 DX من negative 1 إلى 2 وبالتبسيط يكون A equals التكامل المحدود ل X squared plus 2X plus 2X DX من negative 1 إلى 2 وبإيجاد التكامل فيكون المساحة equals X cubed over 3 plus X squared plus 3X من negative 1 إلى 2 وبالتعويض بالحد الأعلى للتكامل فيكون الناتج equals 8 over 3 plus 4 plus 6 مطروحا منه التعويض بالحد الأدنى للتكامل وهو negative 1 فيكون الناتج negative 1 over 3 plus 1 minus 3 وباستخدام الحاسبة يكون الناتج equals 15 إذن المساحة المطلوبة هي 15 وحدة مربعة والآن عزيز الطالب حان دورك لتقوم بالحل حاول أن تحل تمرين رقم 1 صفحة رقم 82 أوجد المساحة بين منحنة الدالة F of X equals 4 plus X squared ومنحنة الدالة G of X equals X plus 2 من X equals negative 2 إلى X equals 1 عزيز الطالب أوقف الفيديو وحاول أن تحل السؤال ثم تحقق من صحة حلك الحل أولا سنطبق الثلاث خطوات التي سبق أن ذكرناها عند حل المثال ففي الخطوة الأولى نحاول إيجاد نقاط تقاطع المنحنيين وذلك بوضع F of X equals G of X فتكون X squared plus 4 equals X plus 2 وبجعل المعادلة معادلة صفرية والتبسيط يكون X squared minus X plus 2 equals 0 وكما هو واضح عزيز الطالب أنه لا يوجد حل لهذه المعادلة يمكنك أحضار المميز للمعادلة والتأكد من ذلك إذن المنحنيان لا يتقاطعان وهذا ما يقودنا إلى الخطوة الثانية وهي أن نبحث ما إذا كان الدل F of X greater than or equals G of X أم أن G of X greater than or equals F of X في الفترة المعطاة ويتم ذلك بأخذ قيمة تنتمي للفترة المعطاة ولتكن X equals 0 belongs to the interval from negative 2 إلى 1 وبالتعويض في قاعدة الدلة F يكون F of 0 equals 0 squared plus 4 equals 4 وبالتعويض أيضا في قاعدة الدلة G عن X equals 0 فيكون G of 0 equals 0 plus 2 equals 2 وكما هو واضح أن قيمة F of 0 greater than قيمة G of 0 ونستطيع أن نقول أن F of X greater than G of X في الفترة من negative 2 إلى 1 والشكل التالي يمثل منحنة دالة F of X equals 4 plus X squared والممثلة باللون الأزرق وكذلك منحنة دالة G of X equals X plus 2 والممثلة باللون الأحمر والمستقيمين X equals negative 2 وX equals 1 والمساحة المطلوب إيجادها كما هو واضح من التمثيل البياني هي المساحة المظللة باللون الأصفر وتلاحظ عزيز الطالب أن منحنة الدالتين لا يتقاطعان في الفترة المعطى ويتضح أيضا أن منحنة دالة F of X مرسوما أعلى منحنة دالة G of X في الفترة المعطى أي أن الدالة F of X greater than الدالة G of X والآن مع الخطوة الثالثة وهي إيجاد المساحة فتكون المساحة قانونها equals تكامل F of X minus G of X DX 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 من A إلى B ولاحظ هنا عزيز الطالب أننا قد بدأنا بالدالة F of X لأنها الدالة الأكبر وبالتعويض تكون المساحة A equals تكامل 4 plus X squared minus X plus 2 DX من negative 2 إلى 1 وبفك الأقواس تكون المساحة equals تكامل X squared plus 4 minus X minus 2 DX من negative 2 إلى 1 وبالتبسيط تكون المساحة A equals التكامل المحدود لX squared minus X plus 2 DX من negative 2 إلى 1 وبإجراء التكامل تكون equals X cubed over 3 minus X squared over 2 plus 2 X وحدود التكامل من negative 2 إلى 1 وباستخدام التكامل المحدود وبالتعويض عن الحد الأعلى للتكامل وهو 1 فيكون الناتج equals 1 over 3 minus 1 over 2 plus 2 مطروحا من التعويض عن الحد الأدنى للتكامل وهو negative 2 فيكون الناتج equals negative 8 over 3 minus 2 minus 4 وباستخدام الحاسبة والتبسيط يكون الناتج equals 10 point 5 إذن المساحة المطلوب إيجادها هي 10 point 5 وحدة مربعة والآن عزيز الطالب مع هذه الملاحظة الهم يمكن تطبيق القاعدة A equals تكامل F of X minus G of X DX من A إلى B لإيجاد المساحة بين الدلتين F و G إذا كان F of X greater than or equals G of X في الفترة المعطى حتى لو كان جزء من هذه المساحة يقع تحت محور X والشكل التالي يمثل التمثيل البياني للدالة F of X والممثلة باللون الأزرق ما هو واضح من الشكل في الفترة من A إلى B وأيضاً التمثيل البياني للدالة G of X والممثلة باللون الأحمر وتلاحظ عزيز الطالب أن منحنة الدالة G of X مرسوماً بأكمله أسفل محور X ومنحنة الدالة F of X جزءاً منه مرسوماً أعلى محور X وجزء آخر أسفل محور X فكانت المساحة المظللة باللون الأزرق هي المساحة المحصورة بين منحنيي الدالتين وإذا قمنا بعمل إزاحة رأسية للمنحنيين إلى الأعلى مقدارها C كما هو واضح من الشكل فتكون الدوال F of X plus C وجي of X plus C وتكون المساحة المظللة كما هي ونستطيع أن نكتب في هذه الحالة أن المساحة equals التكامل المحدود للدالة F of X plus C minus G of X plus C DX من A إلى B وتلاحظ عزيز الطالب أننا سنقوم باختصار الثابت C فتكون المساحة في النهاية equals F of X minus G of X DX من A إلى B حل حظ عزيز الطالب أن إيجاد المساحة بين منحنيين لن يتأثر بكون أحد المنحنيين أو كلاهما مرسوما أسفل محور X وفي نهاية هذا الدرس نتمنى لكم المزيد من التفوق دمتم سالمين ترجمة نانسي قنقر